طيب نيجي بقى للنقطة التانية اللي ليه علاقة بالسؤال فيه أسباب رئيسية تخلي الطفل يرفض الطعام بشكل متكرر هم ستة أسباب يعني إنه تكرار الرفض ما بنقسش دايما على إن الطفل يرفض ياكم طبيعي إن الطفل ممكن في لحظة معين أو في يوم معين أو في أسبوع معين ما يوش عايز ياكم ولكن تكرار الأمر بقى فاحنا هنا بنتكلم عن حالة كده بنقول إيه مش حالة مرضية بنقول إيه إيه اللي يخلي الطفل يرفض التناول الطعام بشكل متكرر أو شكل شبه داء فيه ستة أسباب رئيسية أول هذه الأسباب هو وجود أمراض في الجهاز الهضمي يعني وجود حالة مرضية في الجهاز الهضمي تمام حاجة ليها علاقة بمثلا الهضم أو حاجة ليها علاقة بالطفاليات زي الديدان لما بتكون موجودة في الأمعاء فدي بتمنع أن الطفل يأكل خلاص لأنها كمان بتسبب المغص أو أن يكون فيه حالة مرضية في الأسنان لو كان الطفل ابتدى يسنن أو هيسنن ففي الوقت ده ممكن يكون مش قادر يأكل أو مش عايز يأكل نظراً لوجود مشكلة موضعية في الأسنان تمام؟ ده أول سبب من الأسباب اللي تخلي الطفل نقدر نقول ينصرف عن الطعام أو مش عايز يأكل أو ما يبقاش له نفس أو ما يحبش أنه يأكل لأن خلوا بالكم في العمر ده من بعد الشهر السادس وإحنا هنا بقى بعد ست شهور يعني الطفل عندها خبرة في موضوع الأكل مفروض أن احنا جربنا لها الأكل كل الأطفال بيكون عندهم شغف كبير واهتمام كبير بالأكل الخارجي مش عشان هو طعمه حلوة ولا عشان لا علشان فكرة أنهما بقى لهم فترة من عمرهم فترة طويلة قوي ما بيأكلوش حاجة يعني ست شهور ما بيأكلوش حاجة غير لبن الرضاع زي ما اتفقنا سواء رضاع صناعية أو رضاع طبيعية فأي طفل في الدنيا هيكون عنده اهتمام وعنده فضول وعنده رغبة أنه يجرب يعني طعم جديد أو يجرب حاجة جديدة خاصة أنه يتعرف على كل الأشياء عن طريق الفم زي ما اتفقنا في العمر ده خلاص يبقى وجود مشكلة في الجهاز الهضمي أو مشاكل في الجهاز الهضمي الجهاز الهضمي ده ممكن يكون من أول الفم مرورا بالمريء ثم المعدة ثم الاثنى عشر ثم الأمعاء الدقيقة فالأمعاء الغليزة وجود مشكلة ما في هذا المكان من الجسم اللي هي القناة الهضمية يخلي الطفل ما يكلش وجود مشكلة في الأسنان يخلي الطفل ما يكلش مشكلة في الأسنان مش أنه يسنن لأنه يسنن بياخد حوالي أسبوع أو عشر تيام مفتر الطلوع السنة وبعدين بيرجع يأكل عادي بيبقى في الوقت ده مقاريف فينما برضو ما بيمنعش الأكل خالص تمام؟ ده نقطة مهمة يبقى ده كان أول سبب معانا من الأسباب الستة اللي تخلي الطفل يرفض الطعام بشكل متكرر أو شكل زي ما اتفقنا شبه ده وجود مشكلة في الجهاز الهضمي أو في الأسنان تاني حاجة تخلي الطفل يرفض الأكل هو النوع أيوة الأطفال من حقها أو ممكن ترفض نوع زي ما بيتقال كده باللغة الدارجة لله في لله من غير سبب بدون بدون إبداء أسباب وأنا قلت لحضراتكم قبل كده في إحدى الحلقات السابقة لو جبنا كده عينة من حضراتكم كلنا دلوقتي في اللحظة دي كده كل واحد يسأل نفسه سؤال أو يسأل اللي جنبه سؤال خلاص فيه نوع أكل معين أنت ما بتحبوش هتلاقي واحد يقولك أنا ما كلش السبانك خالص واحد تاني يقولك أنا ما كلش البامية واحد تاني يقولك أنا ما كلش السمك واحد تاني يقولك صح؟ هل اللي بيقول أنا ما بكلش السبانك ده بنقوله قل لنا مذكرة تفسيرية أنت ليه ما بتحبش النوع ده من الأكل خالص الأطفال زينا الأطفال زينا بالزبط بس على موديل صغير فمن حقهم رفض نوع أو أكتر من الأطعمة دون إبداء الأسباب